انبرح اخدنا القصة بتاعت اللام الشمسية واللام القمرية واعرفنا مين هم اللام الشمسية واللام القمرية اللي هم شمس وقمر، ابناء الليل تعريف وقلنا ان شمس وقمر دول لما بدأوا يكبروا طلبوا من باباهم انه يجيب لهم إلعاد فافكر باباهم ان اللعبة المناسبة انه يجيدها لهن جاب لهم لعبة الحروف الهجائية بعد ما جاب لهم اللعبة بدأو الاتنينة دخل وعليها كل واحد منهم عايز الحروف كلها لي해 لوحدي ففكر باباهم في فكرة وقال خلاص انا هقسم الحروف بينهم بالتساوي وفعلا قام بتقسيم الحروف بينهما بالتساوي كل واحد منهم 14 حرف لكن الشمس كانت بنوتة وكانت رقيقة فما كانتش شخصيتها قوية جدا عملت ايه؟ كانت الحروف بتاعتها مقترداش تنتق حرف اللام فكانت بتنصق الالف والحرف على طول اللي بعد اللام اللي هو الحرف المشدد لكن قمر كان ولد شخصيته قوية كان بيحكم على الخروف ان هي لازم تنتق حرف اللام زي ايه تيتشار؟ زي كلمات الولد الولد دي لام قمرية تعالوا كده نجرب ننتقها من غير اللام هنقولها اولد تنفع؟ ما تنفعش نجرب نقول الباب تنفع؟ ما تنفعش يبقى اذا اللام القمرية مكتوبة ومنطوقة وبتكون لام ساكنة واللام الشمسية لام مكتوبة لكن غير مكتوبة وبيكون الحرف اللي بعدها مشدد احنا بقى النهاردة كبرنا شوية وعرفنا حروف اللام الشمسية انتي قلت اللام الشمسية ان هي لام مكتوبة ومش مكتوبة انتي قلت كده مكتوبة وغير منطوقة وعرفنا حروف اللام القمرية اللي هي ايه جوحة غبي فتك مخ ووقع صح كده؟ دي حروف اللام القمرية ودي حروف اللام الشمسية بتكون حروف مشددة يعني ايه مشددة؟ يعني الحرف ينطق مرتين لما نقول الطالب تعالوا نجرب نشوف كده نطاقنا حرف الطاق كم مرة؟ الطالب التمساحة مرتين الثوب نطيقات مرتين يبقى كده كل حروف اللام الشمسية دي حروف مشددة بتنطق مرتين وحروف اللام القمرية عرفناها بجملة جوحة غبي فتك مخ ووقع اخدنا الاغنية دي بعدين هنبقى نغنيها النهاردة بقى هناخد حاجات الكبار بقى ايه حاجات الكبار دي؟ اللي هي الحروف المسالمة يعني ايه الحروف المسالمة؟ كاف باع فاق لا تؤثر في الاسم الذي تدخل عليه يعني مثلا انا لو قلت الولد وجينا قبلها كتبنا حرف الكاف تبقى كالولد هيحدث صغير في شكل الكلمة لا لو قلت بالكرة هيحدث صغير في شكل الكلمة لا يعني هنشير منها حروف لا احنا بس هنضيف الحرف قبل الكلمة قبل الالف واللام الفاق فالطائرة زودنا بس حرف الفاق قبل الالف واللام يبقى الحروف المسالمة اللي هي بتدخل على الكلمة المعرفة بأن اللي هي فيها الف والام في الاول بنشبكها فيها مش بتغير شكل الكلمة مش بنشير حروف احنا بس بنشبكها فيها في الاول طيب ناخد مثال للكلام ده بصوا هنا كلمات الصورة دفنا لها حرف الفاق غيرنا في شكل الكلمة شننا منها حاجة ها حزفنا حاجة منها لا تعالوا كده نخبي الفاق تعالوا نخبي الفاق اصبحت الكلمة ايه الصورة عادي مفاش اي تغيير كلمات بالانشطة تعالوا كده نخبي حرف الباع اصبحت الكلمة ايه الانشطة كلمات كالكرة تعالوا كده نخبي حرف الكاف بقيت الكلمة اصبحت ايه الكرة في تغيير في شكل الكلمة في تغيير في الشكل اه لا ركزوا في اللي جاي ركزوا في اللي جاي تعالوا نقرأ بقى كده اول كلمة بنقول ايه فالصورة فالصورة نطقنا ايه بعد الفئة على طول قال مستونا بقول ايه قال قال فالصورة نطقنا ايه الصورة صاد برافو عليكم نطقنا الصاد يعني الالف واللام كلها ما نطقناهاش اكس كده وما نطقناهاش قلنا فالصورة تعالوا كده كلمة زي كلمة ايه الطالب هنقولها ازاي فالطالب قلنا الفاء بعدها على طول حرف ايه الطاق يبقى ما نطقناهاش الالف واللام طيب كلمة زي كلمة التفاحة ها تعالوا نضف لها بقى كده هنقرأها بالتفاحة بالتفاحة نطقنا الالف واللام لا لا طيب الصورة الصورة الطالب التفاحة كل دي كلمات تحتوي لاما شمسية ام لاما قمرية لاما شمسية رفعليكو شمسية ايه ان اللام الشمسية لما بنضف لها حرف من الحروف المسالمة لم ننطق الالف واللام طيب تعالوا هنا كلمة الانشطة دي لام شمسية ولا لام خمرية لام خمرية لام خمرية تعالوا نطقها بعد ما ضفنا الباق بنقولها ازاي بالانشطة بالانشطة نطقنا ايه بعد الباق على طول برابو الانشطة الكتاب الكتاب لم تقمرية تعالوا نقص لها حرف الفع نقص لها ازاي بالكتاب قلنا ايه بعد الفع على طول اللام اللام القمرية احنا عارفنها ان هي لام شخصيتها قوية بتجبر اي حرف انه هو لازم ينطقها. لكن اللام الشمسية ضعيفة رقيقة. مش بتقدر تقدر الحروف على مطقها. فبننطقها ازاي فالصورة. لكن اللام القمرية القوية دي بالأمشطة. كالكرة. نطقنا اللام لكن ما نطقناش الهمزة. شفو كده? تحدث همزة ال القمرية عند النطق. مش الكتابة. عند النطق. وتحدث الى الشمسية باكملها عند النطق. صوروا الصفحة دي. حاضر هجيب التليفون بسرعة. لحد كده فاهمين? ايوة. حد مش فاهم? ايوة. استنى هصوروا الصورة. هاخد صورة. عشي انا بتبجيب التليفون. نعم يا ريتان رفع ايدك. ايوة يا تيتو. رفع ايدك ليه يا امر? لا بقى ما فيش حاجة. طيب. نزلي ايدك. اللي مش فاهم حاجة هو اللي يرفع ايده عشان اشوفه. كده كلنا فاهمين الجزء ده? اه يا قبلة فاهمينه. اه يا قبلة فاهمينه. طيب الصفحة اللي قبلها معلش بالمرة كده? انا صورت صفحة يا ابوناها. دي كمان صوروها. حاضر بعد ازنك يا ابو ما ليس? الكلام اللي احنا بنصوره ده ومفغول صفحة الكتاب ده بيتكتب في الدفتر. متفقين حبايبي? اوكي. حاضر يا قبلة. خلاص تمام كده صورناها? يعني الصفحتانة اللي سورناها مبتreet Bugふ الدبتر. اوكي في في الدفتر. اوكي. اوكي عشان ظل صورت في الصفحة شيء. ودي كمان في الدفتر هرجعلكو تاني بس خلينا نخلص اللي هو白ونا الأول او بعدان نرجعناه تاني. ده بقا في الكتاب دلوقت يعني افتح صفحة الكتاب صفحة 97. بس الصفحتان دول اللي هنكتبوا في الدفتر اللي فاتوا بعد هما اللي فاتوا بس هما اللي فاتوا هما اللي فاتوا هما اللي خلاص بقى يلا نركز في اللي هيتقال كله يقفل الميت اول صورة صورة مكتبة نضف لها قلل تعريف تصبح المكتبة صورة ثانية غزان نضف لها قلل تعريف الغزان النخلة الرجل الساعة الصورة عايزين نفنفته مجموعة للام الشمطية ومجموعة للام القمرية عبدالله 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 عادل أبو بكر آدم 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 حازم آدم عايزين نصنف هنا حبيبي مجموعة اللام الشمسية من كلمات بتاعت الصور دي مين في الصور دي لام شمسية المكتبة ولا الغزال ولا النخلة ولا الرجل ولا الساعة ولا الصورة 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 اللام شمسية آه الغزال ده انت بص بتقولها ايه الغزال ينفع تقولها الغزال لا ماينفعش الغزال لام قمرية هيا جورج هسألك يا عبدالله الرجل كلمة كمان لام شمسية الرجل الرجل برافو عليك هيا عبدالله كلمة كمان الشجرة دي النخلة النخلة لام شمسية برافو يبقى النخلة الرجل الصورة ها نينا الساعة الساعة برافو عليكو دول كلمات اللام الشمسية اللام القمرية يا لارا هيا لارا مش بترد لارا أريا أريا برضو ما بتردش أسيل 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 محمد مصطفح نعم نتيتشا نعم نتيتشا عايزة كلمات اللام القمرية الموجودة في الصور هنا هنختار كلمات ايه المكتبة المكتبة برافو عليكي ايه كمان الغزال شطورة برافو عليك نملأ الجدول النخلة الرجل الساعة والصورة مجموعة اللام القمرية المكتبة الغزال بس كده الكلمات دي هنكتبها في الجدول هنا ونكتبها كمان تحت الصور انا كتبتا لكم مرة واحدة انتم مفهود تكتبوها كمان تحت الصور ماشي حبايبي ثاني ايه مش شايفة مش شايفة ايه انتم مش شايفين الصفحة دا احنا شايفين هي تيتر هاي الكلمات اللي احنا كتبناها في الجدول كل كلمة هتكتبوها تحت الصورة المناسبة لها يعني المكتبة اهي الكلمة هي الغزال اهي الكلمة هي النخلة اهي والرجل تحتها والساعة والصورة اهم تحتها تمام كده لا يا ايه مش فهمة مين اللي بتقول مش فهمة مش فهمة مش فهمة ايه حبيبتي انت شايفة الكلمات دي مين مش شايفة بالصورة على حاجة انت شايفة الجدول اللي مكتوب فيه بالاحمر دلوقتي بان عشان اللي كان بي قطع ماشي يا جوليانا الكلمات اللي مكتوبة باللون الاحمر داخل الجدول هتكتبيها كمان تحت الصور تشوفي دي صورة ايه وتكتبي تحتها تمام كده ام طيب في عندنا هنا الفقرة دي للانشطة المدرسية فوائد كثيرة لذلك تهتم مدرستي بالانشطة الفنية اهتماما كبيرا كالرسم والموسيقى والتصوير بالاضافة الى الشعر والخط فالفنون تعد لونا من الوان الثقافة الانسانية وغذاء للروح والبصر طيب طيب تعالوا كده نشوف الكلمات الملونة باللون احمر يا احمد حسن قلومي احمد اول كلمة ملونة باللون الاحمر كلمة بالانشطة هي الانشطة الوحدها كده شك كلمة لم قمرية ولا لم شمسية اي كلمة الأنشطة لم قمرية ولا لم شمسية سيصل ايه يا احمد ايه دي صعبة? قول كمارية. كمارية صوتك مجليش حبيبي. طيب كمارية لما دفنالها حرف الباق. اقرأها كده بعد ما دفنا حرف الباق. ديبقى ايه? تتكلمي انا ولا حد تاني? مين اللي انا قلت له يا احمد دلوقتي? احمد حسن. انا انت عند بيعلق بقول. طب خلاص يا احمد. عشان انا كده مش عارفة اسمعك. تالة اقفل يا احمد. نعم يا قضلة. بص يا توتا. احنا قلنا دلوقتي ان كلمة العنشطة كلمة تبدأ بلام كمارية. تمام كده? احنا ضفنا لها حرف من الحروف المسالمة اللي هو الباق. اقرأي الكلمة بعد اضافة الباق. بالانشطة. بالانشطة. برافو عليك يا توتا. ايه الحرف اللي احنا ما نطقناهوش بقى? فيه حرف لم ينطق. برافو عليك. الهمزة او الالف شطورة. رباس. نعمة يلا يا ماسا. كلمة كالرسم. كالرسم. الرسم. لام شمسية ولا لام قمرية? لام شمسية. برافو عليك. لام شمسية. طيب بعد اضافة حرف من الحروف المسالمة اللي هو الكاف لها. نطقناها ازاي? كالرسم. كالرسم. ايه حرف اللي ما نطقناهوش يا ماسا? اللام. بس اللام? لا الالف كمان. اه الالف واللام. احنا قلنا اللام الشمسية لما بنضيف لها حرفة مش بننطق الالف واللام. الاتنين مع بعض. اه. طيب. رودلف? كلمة والخط. الخط لام شمسية ولا لام كامرية? لام كامرية. لام كامرية. دفنا لها حرف الواو. نطقناها ازاي? والخط. والخط. ايه الحرف اللي ما نطقناهوش يا رودلف? الالف. الالف. برافو عليك. عايزة. اسين صلاح. هيا يا سيلة. كلمة فالفنون. كلمة الفنون. لم كامرية ولا لم شمسية? لم شمسي. الفنون يا سيل. احنا بنقولها الفنون? لا اصلي ما سمعتش الكلمة كويت. بس يا سيلة. الفنون. دي لام شمسية ولا لم كامرية? لم كامرية. لم كامرية. لم كامرية. احنا دفنا لها حرف من الحروف المسالمة اللي هو الفاء. هننطقها ازاي? ها? انت ايها يا سيلة? الفاء قبل كلمة فنون. فالفنون. ايه الحرف اللي ما نطقناهوش يا سيلة? هي من غير الفاء بنقولها الفنون. دفنا الفاء قلناها فل. فالفنون. في حرف ما نطقناهوش. ايه هو الحرف ده? الالف. الالف برافو عليك. كده احنا مفروض ندون الكلمات. الانشطة. الخط. الرسم. المفروض كلمة الفنون تتكتب هنا. ماشي? هتصوروا صفحة دي تتكتبوا الكلمات. هنا هتكتبوا كلمة الفنون وتحت الصور هنكتب اسماء الصور. ديفوا كلمة الفنون دي في المربع الفوضي ده الاول. وبعد نكملوا عليها بقى. خلاص صورناها. اهه. سلسة دي سلسة. هنخلص الصفحة دي وبقى ارجعها لكم تاني. يا رجاش. هنخلص هنا ولبقى نرجع لها تاني. اجيبه عن التدريب الاتي مع مجموعتي كما في المتالي الاول. الكلمة والحرف. والكلمة بعد بقول الحرف عليها. وماذا الاحظ في كتابة الكلمة وليس نطق الكلمة. كلمة السباحة. ياه. الله تخلص يا ابلها لازم انزورت ايش. مينة بتخلم كده. السباحة عندها ما تحامد. وانتوا صفوكوا اللي فيه مهلد? لا يا تيت. ماشي. خلاص يوسف يلا يوسف محمود. ما هي قبلة. قولي يا يوسف كلمة السباحة. دي كلمة تبدأ باللام شمسية ولا لام قمرية? شمسية. لام شمسية. طب تعالى كده نضف لها حرف الباء اقرأها كده يا يوسف. بالسباحة. بالسباحة. نطقنا الالف واللام يا يوسف? لا. لم تنطق. طيب في الكتابة حدث تغيير في الكتابة? لا. لا مفيش تغيير برافو عليه. تسبيح. قولي لي يا سوسو. كلمة القمر لام شمسية ولا لام قمرية? دفنالها حرف من الحروف المسالمة اللي هو الكاف. اقرأيها بعد اضافة الكاف كده. كالقمر. ايه الحرف اللي لم ينطق يا تسبيح? الالف. برافو عليك. طيب في الكتابة. حدث تغيير? لا شطورة. رودينة? نعم يا اعلى. يلا يا دودو. كلمة الموسيقى. لام شمسية ولا لام قمرية? لام قمرية. لام قمرية. لام قمرية. وهو الفا. اصبحت تنطق ايه? فالموسيقى. فالموسيقى. ايه الحرف اللي ما نطقناهوش? الالف. الالف. برافو عليك. وفي الكتابة حدث صغير? لأ يا اعلى. برافو عليكو شطورة. يوسف فؤاد. يا اعلى. يلا يسوفي. كلمة الغزال حبيبي. لام شمسية ولا لام قمرية? قمرية. قمرية. طيب دفنالها حرف الواو. اصبحت تنطق ايه? والغزال. والغزال. طيب بعد ما نطقناها مع والغزال يا يوسف. ايه حرف اللي احنا ما ننزقناهوش. فيه حرف ينطق. الالف. الالف. برافو عليكو. وفي الكتابة. فيه تغيير في الكتابة? لأ. لأ شاطر. قصوا لما جينا نعمل كده كلمة القمر اختفت. ما عرفش ليه في العرض بتختفي هنا. فهتكتبوها معلش. اوكي? كلمة القمر هنضف لها حرف الكاف. هنكتبها هنا كالقمر. عايزة. اه باتريك. كمين? باتريك. هنا باتريك. هنا باتريك. هنا حبيبي هنختار كلمة من الكلمات بين القرصين. علشان نضعها فين? في المكان المناسب. رسم الطفل عالم الكويت بنؤة المائية. هنختار الالوان اما الرياضة اما النجوم اما الاسواق. الرياضة? رسم الطفل عالم الكويت بالرياضة المائية? بالتلوين? اسمها الالوان. بالالوان المائية. طيب. قولي كلمة الالوان. لم شمسية ولا لم قمرية? لم قمرية. قمرية. دفنا حرف الباء يا باتريك. بقى اسمها بالالوان. الحرف اللي لم ينطق? الالف. الالف. برافو عليك. ريتاني. ايو اي تيتشي. يلا يتوتا. الرسم ونؤت من الهوايات الجميلة. احنا اخترنا خلاص الالوان. هنقول الرياضة ولا النجوم ولا الاسواق. الرسم ونؤت. برافو عليك الرياضة. طب الرياضة لام شمسية ولا لام قمرية? اللام شمسية. لام شمسية. لما ضفنا لها حرف الو قرأناها ازاي? ور رياضة. ور. ور رياضة. ايه الحرف لما نطقناهوش? اللام. بس اللام? والالف. اه. الالف ولم. عشان اللام الشمسية مش بننطق الالف واللم لما بنضف لها حروف من الحروف المسالمة. حرش من الحروف المسالمة. عايزة اه نور حسين. طيب محمد فتح الله. مش بنش بترد عليا ليه? بنوره محمد فان? طيب محمد جنيدي. مينة شباد. كل دول مش بيردوا? تمام. ماشي. مينة مكرم. مريم محسن. كل الاسماء اللي ما بتردش ديها هنتصنف. مريم محسن. تمام. مريم عماد. في ايه فور دي? محدش بيرد الايه من اللي بناديهم انا. نور حسين. محمد فتح الله. محمد جنيدي. مينة شداد. مينة مكرم. تيتشار محسن. تيتشار ومعظم الاسماء يا تيتشار عليها اركاب. قبل محمد جنيدي محسن. اوكي تمام. محمد فتح الله فين. ونور حسين. ومينة شداد. ومينة مكرم. ومريم محسن. يا تيتشار فيه معظم الاسماء عليها ارقام من تحت. مفروض يكون عليها اسماءهم. بس عليها ارقام غريبة. ومريم محمد ثمان. مروان شريف. ايه وطيتشار. يلا مروان. اضواء المدينة المعكاة. هنختار ايه النجوم ولا الاسواق. النجوم. 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 النجوم لام شمسية ولا لام خمرية. شمسية. لام شمسية لما ضفنا لها حرف الكاف. ايه الحرف لما نطقناه مش مروان. الف. فقط الالف. استاني حاول اعملها. مريم محسن اهي ردت. مريم انت كان ايه عندك مشكلة. اللام. الالف ولام. مريم محسن. مريم ايه المشكلة الجهاز عندك المايك. ماش يعمل. لارا? لارا. لان ياتيت. لان ياتيت. لان ياتيت. زرت مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي فنعة الشعبية. مش فاضل القلمة واحدة اللي هي كلمة الاسواق. الاسواق لام شمسية ولا لام خمرية? اه لام خمرية. لام خمرية. لما دفنا لها حرف الفاق. يا حبيبتي. طلعت ايه قرأناها ازاي? فالاسواق. ايه الحرف اللي لم ينطق? يا لارا? لام. الاف. اه. الاف. طيب. هنا عندنا الواجب الفتاة الجميلة كالشمسة المشرقة التي تفتع بالنور في كل مكان. المفروض ان احنا هنا في كلمتين الخطأ اللي هي كلمة الشمس. وكلمة بالنور. دول هنكتب تاني الجملة بعد تصويب الخطأ. يعني هنكتب الجملة كاملة بعد تصويب الخطأ. تمام كده? صوروا الصفحة دي. صورتها. كله يصورها محدش بعد ما شلها يقولي انا هنكتب مرة تاني. ونصحها حتى لمن اللي تحتيقها اللي تحتيقها اللي تحتيقها قبلها. نعم. قبلها ممكن تجيبي اول صفحة ما خلصتها شهر واحدة. ما انا هجيب بالترتيب يا جوليانا ثواني هجيب بالترتيب. الصفحة دي صوروها? صورتها. خلاص تمام كده? قبلها هنكتب البح تاني والبح تاني وكده? لا انا كتبها لان انا انا كتبها لان انا مش معي الكتاب يعني مش بكتب بقلم فقدر اشبك الكلمات في الحرف انتو هتشبكوهم الخرف على اتنين. انا على فكرة ما بعرفش ارد على اتنين في وقت واحد. اللي عايز حاجة يرفع ايدو. اتكلمنا في الموضوع ده مليون مرة. اللي عايز حاجة يرفع ايدو. نعم يا ري ماسي. اه واحدة النهاردة عندنا واجب. انا لسه اينا ايه يا ري ماس بالوقتي? مش انا لسه منزل للكم جملة فيها كلمتين مكتوبين غلط وقلتلكم هتكتبوا تاني الجملة بعد استسوب الخطأ? نعم يا جنة. جنة شريف نعم يا جنة. ابلع وانا بس كنت عايزة اجاوب على التنين. مروان. نعم يا مروان. انا ما صورتلش للصفحة اللي بعدها. ماشي يا مروان. صوروا دي يلا? خلاص كل ما صورها? صورتل. ايه. لسه يا كيتشن لسه ما صورتلش. اتجار على وانت الصفحة اللي قبل دي. لا خلاص كل ما صورتل. اللي مش راهم حاجة بقلي. انا بحرده يرفع ايدو. ها. مين مش راهم? كلنا فهمنا الدرس بتاع النهار ده? محدش هيغلط حي خالص? انا لا. يوسف انت سمعتني انا قلت ايه? انا قلت الناس اللي هتتكلم من غير ما ترفع ايديها مش هرد عليها. نعم يا نور. نور في تيتشر. انا بس عشان السود كان عندي معلق وقفلت وفتحت في الميسنج بس. ممكن تقول ليه احنا كتبنا ايه يعني وتسرحيني? انت ما حضرتش من اول ثانية يا نور. لا انا محضرتش لما بقيتني صفحة عشان كان السود معلق عندي ممكن تسمع حضرتك. الصفحة دي اللي فيها الجدول وفيها الواجد. حاضر. هي دي يا نور اللي فيها الجدول والواجد. نور حبيبتي قصدي تاني صفحة في الكتاب ولا تاني الصفحة اللي احنا قولنا صوروه للدفتر? لا انا انا قصدي كله. عشان انا مش عارفة انتو. ايه يعني احنا كتبنا ايه عشان انا عندي السودة المعلقة وممكن تسمع. طيب ما هو كله دي يا نور مش هنلحق حبيبتي احنا فاضل ثلاث دقيق والحصة تخلص. لما نيجي الراجع الدرس ثاني هراجعه لك. ماشي يا يوسف. قبلها يعني الوجب سهل. هنا بقى هنكتب الفتاة جميلة كالشمس. هنا عشان. الكلمة مكتوبة غلط يا يوسف. الكلمة مكتوبة غلط. انت هتكتب الجملة تاني بعد ما تصحح الكلمة. تكتب الكلمة بطريقة صحيح. خلاص كده? اه هتصوب. اه هتصوب الخطأ وتكتب الجملة كاملة صحيحة. وقس نقص الالف. بعدين يا تالة. ما نقولش الحل. طيب طالما كلكم فاهمين نعيد لنور بسرعة. بص يا نور احنا متفقين حبيبتي ان فيه كلمات بتبدأ بلام شمسية وكلمات بتبدأ بلام قمرية. كل الموضوع ان احنا اللي عدد درسنا الحروف اللي بتدخل على الكلمة التي تبدأ بقل التعريف. قلنا ايه هي الحروف دي? الفاء والباء والكاف والواو. دي اسمها حروف مسالمة. يعني ايه مسالمة? يعني مش بتغير شكل الكلمة لما بتدخل عليها. بنكتب الكلمة هي هي وبنضع الحرف قبلها. بس كده. ده مش بيحصل تغيير في الشكل. التغيير بيحصل في ايه? في النطق فقط. الكلمات اللي بتبدأ بقل القمرية لما بنضيف عليها حرفة من الحروف دي مش بننطق الالف. زي ايه? الالوان اصبحت بالالوان. الاسواق اصبحت بالاسواق. الغزال بقت والغزال. والغزال. ما قلناش القمر اصبحت كل قمر. كل على طول من غير الالف. الموسيقى قلنا فالموسيقى. ما نطقناش الالف. يبقى الكلمات اللي بتبدأ بلام قمرية لما بنضيف عليها حرفة من الحروف دي لم ننطق الالف. فقط. طيب الكلمات اللي بتبدأ بلام شمسية زي السباحة. مش بننطق الالف واللام كلها. بنقولها بالسباحة. تمام? كان نجوم. شفتي كاف? بعدها نون على طول. باق بعدها سين على طول? بالسباحة. وهنا نجوم كاف نون على طول. تمام يا نور? شكرا يا تيتشر. فهمت كده حبيبي? ايه. تيتشار نعم يا جوليانا أنا مين ثاني كلمة غلط اللي هي في الجملة اللي بتحت دي فيها كلمتين غلط ثاني كلمة كان نور كافلام نون وورا هي مكتوبة خطأ انت هتكتبيها صح نعم يا مينة ثاني كلمة غلط الفتاش يا مينة في الشم حرف الباء حرف الباء ماشي نعم يا مينة بسرعة معلش دخلت الحمام عشان كنت لا اعايز اجري على الحمام ماشي حبيبي مش مشكلة ولا يهمك يلا اشوفكم بكرة ان شاء الله واللي مش فهم حما بكرة يبقى يفقل فيها ماشي الله مع سلامة ماشي يا أبلا ماشي ماشي ماشي